استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبو الضبي نائب القائد الأعلى قوات المسلحة حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رأسة الجمهورية بأن الرئيس رحب ولي عهد أبو الضبي في بلده الثاني مصر مؤكدا على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص مصر على استمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات وتكثيف وطيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه تطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زيد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من أخوة صادقة ووثيقة ومؤكدا أيضا أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومة وشعبا وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد ودعما أيضا لأواصل التعاون الثنائي على جميع الأصعدة كما أشهد أيضا ولي عهد أبو ظبي في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كراكيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات مثمنا التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها ومؤكدا أيضا على الحرص المشترك للمضي قدوا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات كما شهد أيضا اللقاء التباحث حول أطر وأفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستمارية بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما كما تنولت أيضا المباحثات عددا من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات هذا وقد تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات أيضا المتزايدة للأمن الإقليمي حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرارها